في تصريح كمان لتومس فريدمن مهم جدا بيقول ان بعد مقتل ابو بكر البغدادي بيقول ابو بكر البغدادي الحقيقي موجود في سجون السيسي لتومس فريدمن كاتب مقال بيقول فيه بعد مقتل ابو بكر البغدادي خلاص اتقتل ابو بكر البغدادي لكن هناك ابو بكر البغدادي اخر موجود في سجون السيسي او موجود في سجون مصر يعني فيه ارهابي ربما يكون اخطر من ابو بكر البغدادي موجود داخل السجون المصرية عشان بس الناس اللي ممكن الموضوع يبقى يلتبس عندها مش معناها انه فيه حد بعينه معناها انه القمع والمعاملة اللي انسانية اللي داخل السجون السيسي هتفرز ابو بكر البغدادي عشرات ابو بكر البغدادي ودي على فكرة حقيقة لا يستطيع احد انه يختلف مع توماس فريدمن فيها لان حضرتك لو تتبعت سيرة شكري احمد مصطفى اللي هو اللي اتقبض عليه في السبعينات وتم اعدامه هتقرف كيف تم التكوين النفسي لشكري احمد مصطفى داخل المعتقل ثم خرج من المعتقل تحول الى شخص بيقوم المجتمع بالسلاح وبيكفر المجتمع وعمل بقى المشاكل الكتير اللي احنا سمعنا عنها وقتها ولا زيت موجودة كل الباحثين الاجتماعيين بيؤكدوا ان من صنع شكري احمد مصطفى تم تصنيعه داخل السجن مش بالقصد لكن عن طريق القهر والقمع اللي شافه جوه السجن وتلمع على ناس ديها افكار سيئة فتحول هذا الشاب الانطوائي البسيط اللي امه تجاوزة واحد غير ابوه وابو كان راجل غلبان ومات لكن امه راحت تجاوزة واحد تاني وهو عانى من اليوت معانى من المشاكل من الفقر ودخل كلية الزراعة في اسيوت ثم كان شخص منطوي جدا هذا الشخص المنطوي لما دخل المعتقل اول مرة خرج وكان شاعر على فكرة فلما خرج خرج محمل بافكار تكفرية جهده ده ما اللي بيقوله توماس فريدمان بعد ما اقتل ابو باكر البغدادي هناك ابو باكر البغدادي موجود داخل سجون مصر